شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقي عقد إنشاء ستة مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية يأتي توقيع في إطار رؤية الرئيس السيسي لتحقيق التنمية المستدامة وضرورة تمكين الدولة من توفير استدامة الإمداد بالأدوية والمستلزمات الطبية ويهدف المشروع إلى إنشاء نظام لوجستي متكامل يبدأ من استلام الأدوية بما في ذلك المستحضرات المستوردة والأجهزة الطبية ثم ضخها من خلال شبكة متكاملة من المخازن حيث يتم تسليمها إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية